بسم الله الرحمن الرحيم بالإضافة إلى الأرقان الموضوعية العامة لعقد الشركة والأرقان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة يوجد ما يسمى بالأرقان الشكلية لعقد الشركة والأرقان الشكلية لعقد الشركة هي الكتابة والشهر فنبدأ بالحديث عن ركن الكتابة فلكي تولد الشركة ولكي تكون الشركة موجودة لا بد من كتابة عقدها فعقد الشركة يعتبر من العقود التي يلزم كتابتها ولا يجوز إثباتها إلا بالكتابة فالكتابة هي شرط للإثبات في عقد الشركة ولمعرفة أهمية الكتابة في عقد الشركة لا بد أن نفرق في كيفية الاحتجاج بالشركة غير المكتوب عقدها فالشركة غير المكتوب عقدها يمكن الاحتجاج بوقودها فيما بين الشركاء بعضهم البعض بدون الكتابة لكن لا يمكن الاحتجاج بها على الغير إلا إذا كانت مكتوبة أما بالنسبة للغير فيجوز الاحتجاج للغير على الشركاء الآخرين بوجود الشركة الغير مكتوب عقدها لأن الذي يلتزم بكتابة عقد الشركة هم الشرقاء وبما أنهم أهملوا في كتابة هذا العقد فلا يستفيد المهمل من إهماله لكن ماذا لو تضاربت مصالح الغير فأراد أحد الأشخاص من الغير أن يحتج بوجود الشركة الغير مكتوب عقدها وأراد الشخص الآخر أن ينكر وجود الشركة الغير موجود عقدها ففي هذه الحالة نفضل مصلحة الشخص الذي ينكر وجود الشركة الغير مكتوب عقدها لأن الأصل يؤيد رأيه ولكن ما هي مبررات كتابة عقد الشركة؟ في الحقيقة مبررات كتابة عقد الشركة أربع مبررات المبرر الأول وهو أن عقد الشركة بخلاف كثير من العقود ينشأ عنه شخص معنوي جديد له زمة مالية مستقلة مخاطب بأحكام القانون ويباشر أوجه من النشاطات المختلفة ويتعامل مع الغير لذا من حق هذا الغير الذي يتعامل مع هذا الشخص المعنوي الجديد التعرف عليه ولا يمكن التعرف عليه إلا من خلال كتابة عقد الشركة المبرر الثاني أن الكتابة هي الخطوة الأولى للإشهار إذا لم يكن عقد الشركة مكتوب فكيف يتم إشهاره؟ المبرر الثالث أن كتابة عقد الشركة تحمل الشركاء على التفكير بشكل جدي قبل الدخول في عقد سوف يستمر مدة طويلة أو ليست بالقصيرة في المستقبل أربع أن عقد الشركة يتضمن العديد والكثير من التفاصيل التي يصعب على الزهن تذكرها فبكتابة عقد الشركة يمكن الرجوع إلى هذه التفاصيل عند الإختلاف فيما بين الشركاء وكما ذكرنا لكي نميز في كيفية الاحتجاج بالشركة غير المشهورة نميز في العلاقة بين الشركاء وفي العلاقة مع الغير في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأي شريك أن يتمسك في مواجهة باقي الشركاء بعدم كتابة عقد الشركة أو بعدم كتابة التعديلات أما في العلاقة مع الغير فلا يجوز للشركاء التمسك بعدم كتابة العقد أو تعديلاته في مواجهة الغير لأن عدم كتابة العقد ناتجة عن تقصيرهم وخطأهم بينما يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة أو بعدم قيامها إذا كان ذلك في مصلحته الركن الثاني من الأركان الشكلية وهو ركن الشهر وشهر عقد الشركة يختلف بحسب نوع كل شركة على حدة لذا سوف نؤجل الحديث على ركن الشهر الحين الحديث عن أنواع الشركات بالتفصيل لكن الذي يمكن أن نقوله في ركن الشهر أن المادة الثالثة عشر اعتبرت الشركة موجودة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا غير أنه لا يجوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر ويشمل شهر العقد التأسيسي للشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديلات ولا يستسنى من واجب الشهر إلا شركة واحدة فقط وهي شركة المحاصة لأن طبيعة هذه الشركة أنها شركة مستطرة لا تتمتع بالشخصية المعنوية